السلام عليكم يا شباب بالنسبة للجدد يلي راح ينزلون البوب جي ستيم فتوقع فيه شغلات بما انك جديد مش فهمة كتير منيح فهذا والله الجزء الاول بصراحة من هالسلسلة هاي فحتى لو كنت انا قديم على اللعبة جوز فيك برضو اشياء ممكن ما انك كنت عارفة منيح او ناسيها فتابع الفيديو واتمنى انه يفيدك بشي خاصة اذا كنت جديد على اللعبة البوب جي ستيم فصارت حاليا مجانية فكل فيديو راح يتكلم عن خمسة اشياء ان شاء الله راح يكون فيه جزء تاني فاشترك بالقناة فعل الجرس اضط لايك ازا عجبك المحتوى ازا استفدت منه بصراحة فا اول شيء اللي بدي اقول لك اه عليها انه البوب جي ستيم بعد ما سويت اللعبة البجانية نزلت عليها برنامج اه انتي تشيت جديد فصراحة لسه ما حتجرب يعني ما نزل اي فيديوهات عن هالشي هذا لانه والله نزل اليوم تاريخ هذا الفيديو بصراحة الساعة تانش الظهر اول 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 وحدة الظهر يوم الاربعاء فغير معروف عنه اشي فازا كان عندك برامج اي شيء وسخة ما اخصص شيء سيء لكن تعرف البرامج سيكريبت مايكرو اشغلت هدول اي شيء برامج يعني اه بتعتبر من برامج لغش فانصحك ما تشغلها خالص قبل ما تشغل اللعبة حتى ما دامت ان اللعبة شغالة فابدا ما انصحك انك تشغلها خليها طافية لحتى تنزل فيديوهات ونشوف شلون والله الوضع اه هذا كان اول شغلة اه نبعه عليها تاني شغلة اه خلي دام من لغة اللعبة انجليزية بصراحة اه ما نصحك ابدا باللغة العربية ليش اه اخوي جربها وانا نفسي جربتها وفيه كم اه كم واحد من اصحابي جربها فما بعرف فنحسك انو اللعبة يعني مش مصبوطة شوي لا يعني ما ارتحت عليها بصراحة لا بال اورنا معنى ما یعني ازıy نظام اللعبة يعني خلاص الانجليزية او الصيني او ما باعرف ايش. لكننا بصراحة العربية ما ارتحت عليها ابدا نشوف جرب كيز انت يكون اه رأيك الفعال رأيي. لكن انا بصراحة على اللغة العربية بالله هاي اللعبة ما رتحت ابدا عليها. ما بعرف. فاللغة الانجليزية هي 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 اللي كان دائما تساعدني. وتقدر تتحول اللغة للصينية. من خلال الاعدادات. عشان اه تعطيك لون دمج تاني. فلا لكن هذا موضوع يعني شوي معاقد فنرجع عليه فيديو تاني ان شاء الله. اه بشرح مفصل عن هالشي. اه الشغلة التالتي اه بعد التحديث نزلت كتير شغلات مجاني للقديمين ولل جدا دي اللي راح ينزلون اللعبة. او خلنا نقول راح راح ينزلون اللعبة لانه صارت مجانية. شغلات اللي نزلت جيد على اللعبة انك تروح شايف هذا الصندوق الفوق. كتير مهم انك تروح وشيك على كل شيء. تقدر تحصله. هاي في هنا يعطيك الجي كوين. هذول الجي كوين بتقدر تعتبرهم مثل الشدات. تاخدهم تشتري فيهم اسكنات تفتح فيهم صناديق. يعني 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 مثل الفلوز يعني حتى يعني فيك تشحن اه شدات بالبوب جي ستي معادي نفس البوب جي مبال ما ما في اي اختلاف. فكتير مهم انك تروح تحصل حتى البطاقات الصفر هادول. انا حصلتهم من قبل كل شيء مكتوب تحته موف او يعني انتقل او ما بعرفيش هيك شيء تقريبا بهالمعنى. هذا يعني مهمة لازم تسويها وازا سويتها يعطيك هالصندوق او هالشيء يعني الموجود خلال هالخانة هاي. يكفوف في البساء ولا تنسى انك برضو تشايك على اه هاي الخانون على ايدك اليسار. برضو اشياء تقدر تحصلها او مهمة تقدر تسويها. هون اه عندك كود انا بصراحة لسه ما ما فهمت الكود منيح. اتوقع انك لازم تبعت هالكود لا تسوي انفاية لخمس اصدقاء وترسله الكود عشان يعطوك عشرة كوبون. ميتين جو كوين وهي اللبسة. فشي حلو والله. فيما انك جديد فاصدقائك اللي ينزلوها. فحاول تبعت لمها الكود او وضيفهم عندك تجرب انتهلها الطريقتين. راح يعطوك هدول الشغلات كهدايا. وهذا برضو نفس الاشياء توقع هذا بس للجدد اللي منزلين اللعبة. اللي يوصلون للعشرة بصراحة انا اشوفون. فتوقع للجدد. يعني اذا نزلت لعبها فاكيد راح يكون اه راح يكون لفلك اه صفر. راح تلعب 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 تلعب. كل يطلب منك وقت. توقع الوقت بين تسع دقائق لحد العشر دقائق عشان نتظل يعني يعيش اه داخل الجيم. وزا وصلت لهالمدة لهالوقت هذا بكل جيم. راح يزود لك لفل وبس وصلت عشر لفلات راح يعطوك اه خمسة وعشرين كوبين. شي ممتاز كتير بصراحة. ثاني ما بعرف. المهم ما توقع عنا خمسة وعشرين كوبين. طيب ايش تسوي بدول البطاقات. شغلة بسيطة بتروح على خانة الهيد اوت. من خلالها تقدر تفتح النات واسلحة مطورة. كل عشر بطاقات من هدول الصفور بتقدر تفضح الصندوق واحد فيهم. فمثل ما كم شايفين. انا بعد ما حصلت كل شيء آآ بخانة الصناديق. هذا الصندوق اللي بتهت عليه. يعني صار انا عندي تقريبا آآ ما يقارب آآ يعني حصلت ما يقارب الستين لحد السبعين بطاقة كوبين عشان افتح يعني ست سبع صناديق. هي ممتاز. هذا كان الاشي الثالث اللي كما ديتكلم عنه. آآ اشي الرابع واشوفه برضو جدا مهم للاشخاص الجدد على على هاي اللعبة. خين افتح من آآ موقع ستيم. انا من بوب جي فانا اكيد محملة من موقع ستيم. فاكتبهم انك تروح تدور على الباب الاول. شوف مواصفات حاسبتك. متل ما كم شايفين فري يعني آآ لعبة لعبة بفلاش. كير مهم بعد ما تدور على اللعبة تضغط انتر تجي على خانة اللعبة تنزل جوه. فيك على مواصفات جهازك ولمواصفات اللي اللعبة نفسها اعطتك اياها عشان تشغل اللعبة. في عنا خانة المنموم. خل الشي يعني اللي هما يقولوا لك عنه عشان تتقدر تلعب اللعبة. لكن انا بصراحة اشوف يعني العدادات شوية قديما فما اتوقع انها راح تعطيك اداء اه حلو. ما توقع انها راح تعطيك اداء مرغوب فيه بها الاعدادات هذول الشايف هم حاليا. خانة المنموم. لكن هما ينصحوك هذول الاعدادات مثل ماك شايف. عشان تقدر تشغل اللعبة دون مشاكل. وكيد ستاش جيجا آآ الرامات لازم يكون ستاش جيجا يعني اخل الشي. ما في يعني ثماني جيجا صعب صعب. دقنا راح تواجه لاق ودروب فيه يعني الفريمات واللاق وتقطيع. اللعبة شوي يعني متطلبة بصراحة يا شباب. فانصحك تشيك كتير منيح على هذول الاعدادات. وشوف انت ايش تقدر تطور بالجهازك. اذا ما عندك. تشغل مني يعني زيادة فوق هالشيهات يفضل شاشة مية واربعين فريم. او اقل شي ميت فريم او وقتك. لان ستين فريم بصراحة بهاي اللعبة. تقدر تلعاب بس يفضل يفضل اكتر من بemuجهات المية تاثر حين تلاحظ فرق بين الستين وبين الى مية واربع واربعين. عن جد يعني فرق مالحوظ يعني فرق كبير. السلاسة يعني راح تكون افضل بالمية واربعين. حتى القرافيك راح راح تشوف فيه تحسن يعني يعني بمدى كبير يعني مستحيل تتخيل ها انه ها دستين انه انه راح يكون في فرق كبير بين الستين ومية واربعين. فانصحك اه شر شاشة والطبق موصفاتك على اشياء مئة واربعين فريم وشوف الكرة المناسب اللي شغلك فريمات آآ على هالشاشة واخر شغل بهذا الفيديو كيفية الشراء في لعبة البوبجي ستيم آآ كيفية الشراء آآ والبيع بنفس الوقت البوبجي ستيم بخانة واحدة موجودات نذهب على المتجر البوبجي وبعدين نذهب على العناصر راح تشوفون جوا الكمونيتي ماركت بتاع البوبجي ستيم تضغط عليها راح ياخدك للخانة الاسلحة ومأسلحة البيسة هادول هم كل ياتهم ما بعرف ليش الصور ما تحمل عندي واشي غريب توقع انه بعد التحديث احتمال انه مهم هون اه اطلع لك صور تقدر تشوف اه اه اسعار الاشياء او الاسلحة او الاسكنات اللي بدك تشتريها وفي يعني شغلات كتير هون بحيث انك تضغط عليه فراح يقول لك شراء او بايع وهي الطريقة الوحيدة اللي انا بعرفها انك تشتري وتبيع داخل اللعبة ما في اي طريقة تانية في طريقة تانية اه واحدة بس برنامج او تطبيق او موقع بيع اسلحة لكن اسكنات اسلحة لكن سعر جدا 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 غالي اه ما اصح كبير ان تروع هذاك الموقع بصراحة جزء احتمال اني نزل عنه فيديو بس اسعار يعني بالخيال انا نفسي ما راح اشتري منه لكن هاي الطريقة الوحيدة اللي فيك تشتري وتبيع اسكنات مثلا انت 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 شرعت اسكن خلال خانة الباي ودك تبيعه وضغط على هاي وتابع الخطوات اللي طلبوها منك عشان تبيع اسكن لكن ما نصح اكبر الشيء هذا برضو انه هون اه في اسكنات كتير يعني واكيد راح يعطوك تقريبا يعني متل ما كم شايفين انا اعطونا الفين وتلات يعني الفين وتلات الفين تقريبا الفين واربعمية جي كوين بس من ورا لاني يعني انا قديم على اللعبة يعني حصلت كتير شرعت بصراحة وانصحك كتير 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 انصحك انك تشتري هاي الباقة شايفها سعرها تقريبا واحد دولار ونص لحد اثنين دولار لكن تشوف الاشياء اللي راح يعطوك اها اول شي سكن لبسة شي حلو ثاني شي خمسين بطاقة كوبوين يعني خمسين يعني خمس صناديق ثالث اشي عشر تلاف بتاع البي بي راح اقول لك ايش تقدر تسوي هذول العملات البي بي فانصحك انك تجمعهم خمسمائة جيو كوين فهالشي يعني رهيب اول شي اشوفهم البوب جي رخيص كتير بواحد دولار ونص لاتنين دولار فالبي بي بي هذول العملات تقدر تروح اه تري فيهم اه اه صندوق عشان تفتح اه بتاع اسلحة مطورة تضغط عليه لما اني شاري ما كلمة راح تضغط عليه وتعطيه اشارة زايد لحتى يعني اكتر اشي عدد تقدر تحصله هو عشر بطاقات ونصحك يعني تشتري هالعشر بطاقات كل بطاقة بتمانمية اه هذول اللي ينفعوا فيهم هذا كان كل شي يا شباب اه شوي سريع الفيديو لكن يعني اشياء مهمة باختصار للقادمين الجدد على لعبة البوب جي ستيم فب... فبتمنى انك استفادت واذا استفادت تحط لايك اشترك بالقناة وفعالت الجرس عشان لانه راح يكون جزء ثاني وان شاء الله رابع تالت ورابع واحتمال يعني بعدين عن الاعدادات اللعبة بتاعرفوا انتو انتسا تابعني على فيسبوك تويتش ديسكورد برضو موجود وليوتيوب اه كل الروابط تحت القهوة بالوصف. السلام عليكم.